موسيقى استطاع مهاتير محمد تحويل ماليزيا من دولة زراعية تعتمد على إنتاج وتصدير المواد الأولية خاصة القصدير والمطاط إلى دولة صناعية متقدمة يساهم قطاعي الصناعة والخدمات فيها بنحو 90% من الناتج المحلي الإجمالية وتبلغ نسبة صادرات السلع المصنع 85% من إجمالي الصادرات وتنتج حوالي 80% من السيارات التي تسير في الشوارع وكان نتيجة لذلك انخفاض نسبة السكان الذين يقعون تحت خط الفقر وزيادة دخل المواطن الماليزي فمن هو مهاتير أو محاضير محمد؟ مهاتير محمد هو رابع رئيس وزراء لماليزيا تولى رئاسة الوزراء خلال الفترة من 1981 إلى 2003 وتعتبر أطول فترة لرئيس وزراء في ماليزيا حقق خلالها نهضة حضارية وتعليمية واقتصادية لماليزيا غير مسبوقة ولد مهاتير محمد في العاشر يوليو عام 1925 في ألور ستار بولاية قدح لآب ينحدر من أصول هندية وأم من أصول مالوية التحق مهاتير محمد بالمدارس العامة قبل أن يواصل تعليمه بكلية السلطان عبد الحاميد في ألور ستار التحق مهاتير بعد ذلك بكلية المالك إدوار السابع الطبية بعد التخرج في عام 1953 خدم مهاتير في الحكومة الماليزية الاتحادية وقام بدراسة الشؤون الدولية بجامعة هارفورد بالولاية المتحدة الأمريكية عمل كضابط خدمات طبية ثم تزوج من زميلته في الدراسة التي أنجب منها ثمانية أبناء شهد عام 1970 بزوغ نجم مهاتير محمد في الحياة السياسية في ماليزيا حيث شهد هذا العام تأليف مهاتير لكتاب بعنوان معضلة المالايو انتقد فيه بشدة جعب المالايو واتهمه بالكذب كان في ذلك الوقت مهاتير محمد عضو بالحزب الحاكم الذي يحمل اسم منظمة المالايو المتحدة بالطبع اعترض الحزب الحاكم على الكتاب وحذر نشره إلا أن مهاتير محمد استطاع إقناع قادة الحزب بأفكاره وتدرج بالحزب حتى تقلد منصب رئيس وزراء ماليزيا كيف حقق مهاتير محمد النهضة لماليزيا؟ إن مهاتير محمد لم يكن مثل كثير من القادة حول العالم منبهر بالثقافة والاقتصاد الغربي والأمريكي بل كان كثيرا ما ينتقل ذلك إنما اتجه مهاتير محمد الاستفادة من تجارب نجاح الدول الشرقية لا سيام اليابان ورأى أن التجربة اليابانية هي الأقرب للتحقيق في بلاده رفض مهاتير محمد السياسات الغربية وسياسة السوق المفتوح لأنه رأى في ذلك تعزيز احتكار الشركات المتعددة للجنسيات لأن الشركات الوطنية لن تستطيع منافستها أولى مهاتير محمد التعليم اهتماما كبيرا فبالعلم والمال يبني الناس ملكهم فلا بيبنى ملك على جهل وإقلال في هذا السياق اهتم مهاتير محمد بالمرحلة قبل الابتدائية فجعلها جزءا من النظام الاتحادي للتعليم واشترط أن تكون جميع دور الرياض وما قبل المدرسة مسجرة بوزارة التربية وتلتزم بمنهج تعليمي مقرر من الوزارة وآضاف مواد تعزز من روح الوطنية والانتماء في السادسة من عمر الطفل ومع بداية المرحلة الثانوية تصبح العملية التعليمية شاملة فيدرس الطالب بجانب العلوم والآداب مواد خاصة بالمجالات المهانية والفنية التي تتيح للطلاب فرصة تنمية وسقل مهاراتهم التعليم أولا قام مهاتير محمد بتخصيص جزء كبير من ميزانية الدولة للتعليم وأنشأ عدد كبير من المدارس اهتم مهاتير محمد كثيرا بالتعليم المهانية فأنشأ عددا كبيرا من معاهد التدريب المهانية ليؤهل الطلاب لدخول السوق العمل سواء في الهندسة الميكانيكية والبلاستيكية وغيرها ويعد معهد التدريب الصناعي الماليزي من أشهر هذه المعاهد وله تسعة أفرع بأرجاء ماليزيا وتشرف عليه وزارة الموارد البشرية كان نتيجة لذلك نهوض الصناع في ماليزيا فدخلت ماليزيا مرحلة التصنيع بما في ذلك تصنيع الحديد والصلب والإسمنت والسيارات والنسيج والإلكترونيات وضع خطة مستقبلية الأمم لا تنهض هكذا بعشوائية لكن لا بد أن تكون هناك خطة مستقبلية تسير عليها البلاد هكذا كانت ماليزيا تملك حكومتها دائما رؤية مستقبلية استطاعت بفضلها أن تكون ماليزيا من أفضل بيئات الاستثمار في جنوب آسيا حسب دراسات البنك الدولية وأبرز مثال على ذلك خطة 2020 التي يعتبر مهات المحمد مهندسها والتي تقوم على فكرة أن تصبح ماليزيا دولة مكتملة البنيان الصناعية وهو هدف طموح لكنه ممكن لو نظرنا إلى التقدم الذي حققته ماليزيا في الفترة ما بين 1971 حتى 1990 حيث وصلت نسبة النمو بها إلى 6.1% وحققت خلال الفترة من 1991 وحتى 2000 نسبة نمو بلغت 7.15% تطبيق تعاليم الإسلام كان مهاتير محمد يفخر بكونه مسلما ويرجع نجاحاته دائما إلى تطبيقه تعاليم الدين الإسلامي وقال في أحد خطاباته إن ماليزيا واثقة بأن الأمة الإسلامية يمكنها أن تكون أقوى قوة في العالم إذا توحدت وأحسنت استخدام ثرواتها ومصادرها المختلفة عندما بلغ مهاتير محمد السادس وسبعون عاما استقال من جميع مناصبه وهو في أوج نجاحه وشهرته وأفسح المجال لمن بعده ليكمل مسيرة التقدم والرقي في ماليزيا هكذا كان مهاتير محمد طبيبا وسياسيا ومفكرا ماليزيا أضاء طريق النجاح ورسم خطوطا نهض لبلاده ووضعها على مشارف الأمم المتقدمة ترجمة نانسي قنقر